احتمال 90% في مقابلات العمل الانترفيور يعني المحاور رح يسألك هذا السؤال اشرح لي عن الـ Using Keyword فحضرتك كـ C-Sharp Developer الـ Developer لازم تجاوب على هذا السؤال بشكل كامل الجواب رح يكون هذا الشيء احنا عدنا نوعياً من الـ Using في لغة C-Sharp النوع الأول هو Using Directive هذا يسمى بـ Using Directive مع Using Directive نعمل Import لـ Namespace معين حتى نستفاد من الكلاسات الموجودة في هذا الـ Namespace جداً بسيط هذا الموضوع الـ Using Directive فالنوع الأول هو Using Directive تحدثنا عن هذا الموضوع في الدروس السابقة عن الـ Namespace والنوع الثاني هو Using Block هذا اللي شرحنا عنه في الدرس السابق فأكتب هنا هذا Using Block أو Using Scope أو Using Statement البعض يقولون Using Block وبعض الآخر يقولون Using Scope والبعض الآخر يقولون Using Statement الأسامي مو مهمة أهم شيء تعرف الفكرة في بعض الـ Documentation مكتوب Using Statement فالنوع الثاني هو Using Statement أو Using Block نستخدم هذا الـ Using مع Unmanaged Resources مثل Database Connection أو File Connection وخاصية هذا الـ Statement أو هذا الـ Block هذا الشيء بعد ما نكمل الشغل مالتنا هو يعمل Call to Dispose Method Implicitly الـ Implicitly يعني ضمني فالـ Using Statement يضمن لك هذا الشيء يعني يعطيك ضمان بأن أني رح أعمل Call to Dispose Method بعد ما ينتهي الـ Operation نهاية هذا الـ Block ويعمل هذا الشيء Implicitly خلي أكتب هنا بدلا من الـ Scope Implicitly Implicitly يعني ضمني ولازم هذا الـ Object اللي ينسويه في الـ Using Statement يكون من نوع Idisposable يعني شنو من نوع Idisposable يعني الـ Class Multi ينفذ Idisposable Interface يعني لازم يكون عنده الـ Dispose Method هذا مهم جدا وأيضا إذا يكون عندك هنا Error يعني في داخل الـ Using يمكن يحصل Error أيضا الـ Using يعطيك ضمان يقول لك حتى لو حصل Error في الكود اللي عندك هنا أنا رح أقطع الـ Connection يعني رح أعمل Call to Dispose Method وأتخلص من الـ Unmanaged Resources على سبيل المثال خلي أعمل Error إحنا أكتب Throw New Exception وأكتب في الـ Constructor لـ Exception Something Went Wrong طبعا رح نتحدث عن الـ Exceptions في الدروس القادمة حاليا أعرف هذا الشيء بأن هذا Exception هذا Error من نعمل Throw لـ Exception الكود اللي بعده بعد ما رح يشغل أصلا لأن عدنا Error هنا أنا كتبت هذا Error حتى أشوف هل الـ Using هو صادق يعني هل رح يعمل Call to Dispose Method لأن عدنا Error هنا أعمل Run للبرنامج ونشوف لاحظ أول شيء Database is Open Connected to Database بعديا إذا تلاحظ هنا عدنا Error Something Went Wrong يعني من يكون عدنا Error بعد كود اللي بعده في داخل الـ Using بعد ما رح يشتغل طبعا هذا الـ For Each ما يشتغل إذا تلاحظ هذا ما يشتغل ولكن بالنهاية هو عمل Call لـ Dispose Method لاحظت فـ فالـ Using Block أو Using Statement يعطيك ضمان ويقول لك مهما حصل أنا سأعمل Call لـ Dispose Method إذا كان جداً جداً في هذه الحالة أنا لازم أعمل Call للـ Dispose Method explicitly يعني أكتب شنو أكتب هنا Connect Database . Dispose بهذا الشكل هذا أيضاً يشتغل ولكن المشكلة شنو إذا كان عدنا Error هذا بعد ما رح يشتغل لاحظت فهاي مشكلة إذا كان عدنا Error هذا ما رح يشتغل الأفضل أن نستخدم الـ Using Statement أو في بعض الأحيان حضرتك كمبرمج يمكن تنسى أن تعمل Call للـ Dispose Method طبعاً جداً مهم لازم تعمل Call للـ Dispose Method في بعض الأحيان رح تنسى هذا الشيء وأيضاً إذا كان عدك Error الـ Dispose Method ما رح يشتغل في هذه الحالة فالأفضل هو استخدام الـ Using Block فإحنا رح نستخدم الـ Using Block فعرفت في هذا الدرس عدنا نوعياً من الـ Using الـ Using Directive نعمل Import لـ Namespace مع Using Directive والـ Using Statement مع Using Statement نقدر نتخلص من الـ Unmanage Resources ونقطع الاتصال مع قاعدة البيانات في هذا المثال شكراً لكم وأشوفكم في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر شكرا